بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة مع كتابين اللي ريكم بروندر ونستقنف مع جو جاكي نينبالو بروي سويت طبعا نتاينما تفسير هذه الكلمات إذا نأخذ الفقرة الأولى كما عندنا هنا كالي سوبرو سودان ودسو دراتي دو جاكي إنهم بمفاجة في رو Unbelievable ناد سوبرين لا تفور الغد ما هذا السعودة كما نقول ما هذا الضجج سودان سوبركات وضعها يعني فوق فوق رأسي جاكي فوق رأسي جاكي اذا ما هذا الصوت الذي يسمع فوق رأسي جاكي طبعا جاكي كان ينام فاذا به يسمع صوت مفاجئا فوق رأسي سوصان دي سوري كيكور دون لغوني إنهم فئران تجري دون لغوني في كما نقول هوري طبعا نتكلم هنا عن أعلى غرفة في المنزل التي يكون في السقف مائلا تسمى لغوني اذا هو سمع الصوت في هذا المكان الموجود في الطبق الأعلى سوصان دي سوري إنها فأرات كيكور التي تجري دون لغوني في الهوري في هذا المكان إذا ماذا كان يسمع طبعا هنا؟ ما هو ذا الصوت؟ كاليسو الصوي؟ كاليسو بغوي؟ هل سنقول مثلا مي مي مثلا او بي 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 وبي مياو؟ او نقول مثلا كخيك خيك خيك با وبي جر مياو فر مثلا او م م م م طبعا نعريب ان صوت الفئران في الجري يكون سريع ممكن يكون صوت الجري فرت 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 مثلا فرت 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 هذا هو الصوت الأنسب لهذا الفعل سوصان دي سوري كيكور دون لغوني فرت 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 مثلا اغا كييفا سوما غونجي امبلونش اذا هناك فارون الذي كان عنده جوع كييفا طبعا هنا لغرب افواغ من بعد منه اسم يفيد الملكية كييفا الذي عنده جوع سوما غونجي بدأ في نخر او بدأ في اكل غونجي ماذا يأكل امبلونش قطعة خشب اذا ماذا سيكون هذا الصوت رأينا الفئران عندما تجري تبعث صوتا طبعا هنا عندنا فأر اخر من غير الفأرات التي كانت تجري طبعا في الهوري نتكلم عن الغرفة العليا هناك فأر اخر كان عنده وجوع سوما غونجي امبلونش انه بدأ في اكل امبلونش بدأ في اكل قطعة خشب اذا ماذا سيكون هذا الصوت ماذا سيكون هذا الصوت مثلا ثم عندنا الفأر يأكل قطعة الخشب ممكن يكون هذا الصوت كما نلاحظونا كري 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 انه راكي يفن سوما غونجي امبلونش كري 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 ثم جاكي سوليف انه فأر اجت سا شاوسير سور البلافون اذا جاكي يستيقض انه فأر اخر مرة اخرى من جديد اجت سا شاوسير ثم يرمي حداءه سور البلافون على السقف طبعا نتكلم هنا غالبا عن اسفل السقف لان السقف الخارجي من الخارج نسميه لطوا طبعا سقف المنزل من الخارج يسمى لطوا هنا نتحدث عن السقف من الداخل من الاسفل اذا نتكلم عنه البلافون اذا هو يرمي حداءه سور البلافون كما نقول على السقف لغة 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 الفأر والفأرات انه ما يهربون جاكي سوكوش انه يستلقي مرة اخرى كما نقول انه ينام مرة اخرى من جديد بعد هروب الفئران هل هتتتجا في اغلا الروف interchange؟ هل هتت ينم مرة اخلي؟ هل هتت ينام مرة اخرى؟ هل هتتفع ينام؟ نست puntا نعم كما نحن في عليه حتى مرة يسدقين على جديد كما نظر بحقرام سوكوشاكوشاكوش المرتض Calendar جنس كما نظر بحقرام أماظ اخرجل بحقرام جديد قد تخيام وفقرام ومتع هتتتجاكوشاكوشاكوشاكوشاكوشاكوشاكوشاكوشي الأراب والصورس يس Holocaust إنه صنع sufficient ا home كان مpotمًا الفرزية كان مديمًا كان مديمًا كان مديمًا كجيع دعونا قطن بدأ في الصراخ كاليلو بغوي كوبا متر سوشا ما هو الضجيج الذي سيبعته هذا القط عندنا الأصوات هل سيقول مثلا مي مي أو يقول بي بي أو يقول بي بي أو يقول مياو 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 هذا هو الصوت هذا هو الصوت المنازب للقط إذا أمام المنزل كان هناك قطن بدأ في الصراخ أمام المنزل قطن بدأ في الصراخ قطن بدأ في الصراخ مياو 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 النطر شريف إذا قطن آخر يصل ليلتح قبل قطن الأول إلي دوشا ثم القطن مياول يصرخاني جماعة كما نقول النوم يصرخان في وقت واحد ماذا سيقولان مياو 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 إذا طبعا هذه الموسيقى سترتفع هذا الذي يقول هنا جاكي كالا فخوز ميزيك أي موسيقى ساخبة أو أي موسيقى فاضيعة بعض الموسيقى نحن لهم وطابق نحن سيقولان كي لك وليس كم وانا أعاني انتالي قطن جاكي سترتفع يأتي وزوحة وانا أعاني يتم أبدا يساهم في النهر تجد أن يتنمي إذن إيمان تنو ندوشا سبات والآن قطين القطين ديون جج القطوط ديون سبات أنهم يتسرعان إذن القطين بدأ يتسرعان إيمان تنو ندوشا سبات والآن قطين يتسرعان ونحن نعرف صراع القطط أي صوتين ينبعيت من القطط عندما تتسرع يكون هذا الصوت مزعجا جدا إذن إيمان تنو والآن ندوشا قطين سبات طبعا أننا لدينا سبات أنهم يتسرعان جاكي سغوليف طبعا جاكي يستيقض مرة أخرى سغوليف ما لدينا جاكي سغوليف جاكي يناد أو جاكي يستيقض عدنا جاكي سغوليف أنه يستيقض مرة أخرى رمبلي إن كيفية دو ثم يملأ آني بالماء طبعا هنا عدنا لو فيب رمبليغ عدنا لو فيب رمبليغ فعل ملاءة إذن جاكي سغوليف رمبلي رمبلي إن كيفية دو ثم يملأ آني بالماء أوفغل الفنتر ثم يفتح النافيدة كما نلووين سور الإيماج كما نراه في الصورة أوفغل الفنتر هنا عدنا لو فيب رمب أوفغير كما تعرفوه في الفتاحة يفتح النافيدة أجات لو أجات لو سور ليش ثم يرمي الماء فوق القطين أجات طبعا هنا عدنا لو فيب جاكي بطي وحيدة ولكن مع الصرف ممكن أن تأخذ مع بعض الضمائر تأخذ دوطي ممكن أن تأخذ دوطي كما عندنا هنا كما نقول هنا إلجات هو يرمي إذن فالحالة تأخذ جوز يلطي فالأصل لدينا لو فيب جاكي بطي وحيدة أوفغل الفنتر يفتح النافيدة أجات لو أجات لو ثم يرمي الماء سور ليش على القطين ليش نامبالو القطة لا تحب الماء ليش نامبالو القطة في العادة لا تحب الماء إل ديسباريس دون لانوي مادام هما قطين من القطة التي لا تحب الماء إل ديسباريس إذن هما يختفيان بعدما رمي عليه الماء هما يختفيان دون لانوي في الليل بمعنى آخر أنهما يختفيان في الظلام إل ديسباريس دون لانوي إذن هما يختفيان في الليل المقصود أنهما يختفيان في الظلام جميع أنهما يختفيان في الظلام جميع السب prevents ولكن لدينا ربما سأستطيع النوم سأستطيع النوم ستفوق هذه المرة مدام القطان رحلة والفئران عربت ربما سأستطيع النوم هذه المرة يقول لنفسي هل سيستطيع النوم هذه المرة؟ الآن القطان قطينا بدأ يتصارعان ماذا سيكون هذا الصوت؟ مثلا قر مياو قر قر ممكن أن يكون هذا الصوت الآن القطان قر مياو قر قر سأستطيع النوم لماذا ننبالو؟ يساعدون في نوية سوف يمكنني أن يساعدون ذلك في فقرات القادمة سنرى هل جاكي فعلا سيستطيع النوم إلى اللقاء القادم